اشتركوا في القناة انه قرر التوقف اخيرا عن الانجاب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة واطلق نداء مناشدة من حكومته لمساعدته على اعالة اسرته وتعليم ابنائه افقا لما ذكرته صحيفة ديلي ستار البريطانية في اطار اعدادها تقريرا عن حياته والمشكلات التي يعاني منها يعيش موسى حساحية 67 عاما مع عائلته الكبيرة بقرية ريفية في اوغندا حيث يعد تعدد الزوجات قانونيا لكنه لا ينصح الرجال الذين يرغبون في الزواج من اكثر من اربع نساء بسبب محدودية الموارد على حد تعبيره ولفت الى انه طلب من زوجاته تناول حبوب منع الحمل لمنع تزايد عدد الاسرة مجددا حيث يعيشون جميعا في منزل واحد وفي تقرير للصحيفة البريطانية قالت زوجته الصغرى زليقة وهي ام لام 11 من اولاده لم يعد لدي المزيد من الاطفال لقد رأيت الوضع المالي السيئ وانا الان اتناول حبوب منع الحمل ويعيش حوالي ثلث اطفال الاوغندي الذين تتراوح اعمارهم بين ستة اعوام وواحد وخمسون عاما معه في مزرعته وتشهد عائلته هوة كبيرة في اعمارهم فابنه الاكبر يكبر زوجته الصغرى با واحد وعشرون عاما ويقول انه بينما يستطيع التمييز بين ابنائه واحفاده الا انه لا يعرفهم جميعا بالاسم تزوج للمرة الاولى عام 1971 حين كان عمره ستة عشر عاما بعد ترك المدرسة واصبح ابا لأول مرة بعد عامين وبعدما اصبح رئيسا لقريته قرر توسيع اسرته بالزواج من المزيد من النساء لانه كان يمتلك المال والارضة وقال لقد تأكدت من توفير المعاول لكل منهم لحرث الارض وانتاج الغذاء الكافي لدعم الاسرة لان التربة خصبة ومع ذلك طلب المزارع الاوغندي من حكوماته المساعدة على تعليم ابنائه مشيرا الى ان تكاليف المعيشة اصبحت مكلفة جدا بالنسبة له اشتركوا في القناة